السلام عليكم إخواني أخواتي ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص تعلم قواعد تجويد برواية ورشة النافع ما زلنا مواصل في شرح تعلم تجويد الصور التي في الحزب الواحد والخمسون الآن وصلنا لصورة محمد صلى الله عليه وسلم إذن كما عودتكم نقرأ الآية نستخرج ما بها من أحكام نطبق تلك الأحكام وفي آخر الحصة نقرأ قراءة مرتلة لجميع الآيات التي استخرجنا الأحكام منها مع تطبيق جميع الأحكام التي استخرجنا إذن لكن قبل أن أبدأ كل حكم أذكره لكم لقد شرحته من قبل في درس لوحده يعني يمكنكم الرجوع للقناة ويعني لكي تجدوا جميع الدروس مرتبة يمكنكم مشاهدة هذا المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل فيديو أضعه ولمشاهدة جميع الدروس بالترتيب اضغطوا على زر بلايليست أو بالعربية قوائم تشغيل وستظهر لكم جميع الدروس مرتبة إذن لنبدأ وقبل قراءة الآية فأول شيء يجب معرفة كيفية قراءة الاستعاذة والبسمة بالنسبة للاستعاذة نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ الهمزة والعين يخرجان من الحلق أعوذ اتباه للذان لا نقول أعوذ لأن المعنى يتغير إذا قلت أعوذ فمعناها مثلا أرجع يعني أعوذ للوراء مثلا أرجع للوراء أو أعوذ المريض يعني أزور المريض لكن المعنى الصحيح هو أعوذ ومعناها أحتمي وأحترس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني أحتمي وأحترس بالله من الشيطان الرجيم إذن جيد أعوذ بالله اللام في لفظ الجلالة يرقق لأنه سبق بكسر بالله من الشيطان الشين يرقق والطاق يفخم من الشيطان لأنني أنتق كلمة شاي شاي لا نقول شاي لا نقول من الشيطان بل من الشيطان الرجيم ر يفخم الرجيم الجيم ينتق كأنني أنتق حرف الجيم في اللغة الإنجليزية جي رجيم مع مد حركتين أو أربعة أو ست للمد العرض للسكون إذن جيد بالنسبة للبسملة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اللام يرقق لأنه سبق بكسر بسم الله وليس بسم الله بسم الله الرحمن هنا الرأ يفخم الرحيم الرأ كذلك يفخم وهنا مد حركتين أو أربعة أو ست للمد العرض للسكون الرحيم هكذا إذن نقرأ الآية ونستخرج ما بها من أحكام الذين كثروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الذين تباونا للحرف الزال الذين كثروا الرأي فخم الكاف والفاء كما سبق لي وشرحت لا نقول كافارو بل نقول كافارو أنطق الكاف كأنني مثلا أنطق مثلا كلمة كاف لا نقول كاف نقول كاف وكذلك مثلا حرف الفاء نقول مثلا فأس لا نقول فأس فا كافارو الرأي فخم وصدوا عن سبيلي هنا النون نخفيها مع ترقيق غنة الإخفاء لأنه بعد حرف السين مرقق لأنني قلت أن الغنة تتبع في التفخيم والترقيق للحرف الذي يأتي بعدها بما أن حرف السين من الحرف المستفيلة يعني غنة الإخفاء ترقق عن سبيل الله اللام يرقق في الفضي الجلالة لأنه سبق بكسر نقول الله ولا نقول الله أن اللام هنا سبق بكسر أضل هنا اللام لا يغلظ بمعنى لا نقول أضل بل أضل أضل أعمالهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم إذن هكذا نقرأ الآية نكمل والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم والذين اعتباه هنا لحرف الذال والذين آمنوا هنا مد البدل يمد بحركة 2 أو 4 أو 6 آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا هناك ذلك مد البدل وآمنوا بالنسبة لمد البدل فأنا أقرأ بتوسط البدل يعني بأربع حركات وأراعي في ذلك لباقي القواعد كما شرحنا في تحريرات ورش إذن يمكنكم الرجوع لدروس تحريرات ورش إذا كنت تقرأ بقصر البدل فكيف تقرأ المد العرض للسكون وبالفتح أو الإيمالة إلى غير ذلك بما أني أنا أقرأ بتوسط البدل يعني بأربع حركات سأقرأ بأربع حركات في المد العرض للسكون وأقرأ بالتقليل وأطبق ذلك على باقي القواعد إذن نكمل قلنا مد البدل يمد هنا بحركتين أو أربع أو ست حركات بما نزل على محمد وهو الحق هنا الميم بغنى أكمل ما تكون لأن ميم مشددة محمد لدينا تنوين بعد حرف الواو يعني إضغام ناقص بغنى محمد وهو الحق من ربهم من ربهم هنا نون ساكينة بعد حرف الر يعني لدينا إضغام كامل بغير غنى إذن نقول من ر من الميم إلى الر من ربهم والرأ يفخم من ربهم هنا ميم ساكينة بعد حرف الكاف يعني إظهار شفاوي وهو حكم من أحكام الميم الساكينة من ربهم كثرة الرأ هنا يفخم كثرة وننتبه كذلك للكاف والفاء كما شرحت قبل قليل كثرة وليس كفرة كثرة عنهم هنا النون ساكينة بعد حرف اله من حروف الإظهار لأنني سبق لي وشرحت هذا الحكم أو هذه القاعدة عندما تكون النون ساكينة وبدأ حرف من حروف الإظهار شرحناه في درس أحكام النون ساكينة والتنوين الإظهار إذن قلنا عنهم نظهر النون هنا ميم ساكينة بعد حرف السين هنا إظهار لكن إظهار شفاوي وهو حكم من أحكام الميم الساكينة هنا النون ساكينة وهنا الميم الساكينة نقول كثر عنهم سيئاتهم هنا مد البدل يمد ب حركة أربع أو ست وهنا ميم ساكينة بعد حرف إظهار شفاوي كما هنا لدينا إظهار شفاوي وأصلح الصاد الساكن بعدها وحرف اللام مفتوح فاللام يفخم أو يغلظ شرحنا هذا في درس أحكام اللام متى تفخم ومتى تغلظ إذن اللام يغلظ في هذه الحالة وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كثاروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم ذلك بأن النون هنا بغن أكمل ما تكون بأن الذين كثروا تبع الحرف الذين وليس الذين الذين كثروا رأونا يفخم تبعوا هنا تبدأ كلمة اتبعوا بهمزة الوصل لكن تسقط في درج الكلام يعني نقول ذلك بأن الذين كثروا اتبعوا الباطل إذن نكمل الباطل وأن هنا النون بغن أكمل ما تكون وأن الذين تبعوا للذال وأن الذين آمنوا هنا لدينا مد البدل وأن الذين آمنوا عندما قرأتها ووقفت قلت آمنوا مددت هنا حركتين ما الطبيعي لكن عندما نصلها بهم من بعدها يحذف هذا الواو للتخلص من التقاء الحرفين الساكنين لأن الواو حرف مدي والقاعدة تقول إذا التقى حرفين ساكنين وأولهما حرف مد يحذف حرف المد للتخلص من التقاء الحرفين الساكنين لذلك نقول وأن الذين آمنوا اتبعوا هنا آمنوا اتبعوا تبعوا الحق من ربهم هنا ننسكينا بعدها حرف الرأي يعني إدغام كامل بغير غنى من ربهم والرأي فخم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم كذلك تبعوا الحرفي الذال كذلك يضرب الرأي يرقق لأنه مكسور يضرب الله من اللام يفخم يضرب الله للناس نون هنا بغنى أكمل ما تكون أمثالهم تبعوا حرفي أمثالهم وليس أمثالهم أمثالهم فإذا لقيتم الذين كثروا فضرب الرقاب فإذا تبعوا الحرفي الذال تبعوا للذال هنا كذلك كثروا الرأي هنا يفخم فضرب الرأي يفخم هنا كذلك فضرب الرقاب الرأي هنا يرقق لأنه مكسور وهنا مد حركة 24 أو 6 للمد العرض للسكون ونقلق الحرف الباقة القلة وسطى الرقاب حتى إذا أفخنتموهم فشدوا الوثاق حتى هنا مد 6 حركات للمد الجائز المنفصل إذا كذلك هنا مد حركات للمد الجائز المنفصل مع انتبال حرف الذال إذا وليس إذا أفخنتموهم انتبال حرف التاء والنون هنا يخفى مع ترقيق غنة الإخفاء لأنه بعد حرف التاء من الحرف المستفلة يعني مرقق أفخنتموهم هنا ميم ساكنة بعد حرف الفاء يعني إظهار شفاوي أفخنتموهم فشدوا الوثاق مع انتبال حرف التاء ومد حركة 2 أو 4 أو 6 للمد العارض للسكون ونقلق الحرف القاف قلقلة وسطى الوثاق فإما من ننبعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها فإما الميم هنا بغن أكمل ما تكون ولدينا إقلاب كما تلاحظون التنوين بعد حرف الباء إذن رسمت الفتحة الأولى وفوقها حرف الميم لماذا؟ لأنه لدينا الإقلاب تلك النون الساكنة تقلب ميما النون الساكنة هي التي كانت في التنوين عندما نقول مننوا لكن عندما نقول فهنا الشافتين تنطبق لكن من غير كز يعني تبقى فجوة بين الشافتين وتحس بارتعاد في الشافتين عندما تقول لكن ستقول يعني الشافتين تنطبق لكن من غير كذا إذن جيد فإما من ننباد وإما هنا من بغنى أكمل ما تكون وإما فداء حتى هنا واجب متصل يمد بست حركات ولدين التنوين وبعدها حرف الحق حرف الحق من حرف الإظهار إذن تظهر تلك النون التي في التنوين نقول فداء حتى هكذا حتى تضع الحرب هنا الرأي يفخم في كلمة الحرب أوزارها الرأي يفخم هنا أنه مفتوح أوزارها ونمدد حركتين من الطبيعي لا نقول أوزارها بل أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ذلك طبع الحرف الذال ولو يشاء هنا مدست حركات للمدل واجب المتصل الله اللام هنا يفخم لأنه سبق بالضم لن تصر كلمة انتصر فهي تبدأ ب همزة وصل همزة الوصل تسقط في درجة الكلام من طبيعة الحال إذن عندما نقول لن تصر فهمزة الوصل سقطت النون هنا تخفى لأنها نون ساكنة بعد حرف التا من حروف إخفى الصاد من طبيعة الحال فهو من الحروف المفخمة دائما والرأو هنا يفخم في هذه الحالة لأنه مفتوح لن تصر منهم النون هنا تظهر لأن نون ساكنة بعد حرف اله من حروف إظهر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض ولكن ليبلوا هنا نون ساكنة بعد حرف اللام يعني لدينا إضغام كامل بغير غنى ولكن لي ولكن لي من الكاف لللم ولكن ليبلوا نقلق الباء قلقلة صغرى بعضكم تنتهي هنا بميم ساكنة بعدها حرف الباء يعني إخفاء شفاوي وهو حكم الأحكام الميم ساكنة بعضكم ببعض إذن جيد والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم والذين تباهونا الحرف في الذال والذين قاتلوا في سبيل الله ألم هنا يرقق لأنه سبق بكسرة في سبيل الله فلن يضل هنا نون ساكنة بعدها حرف يعني لدينا إضغام ناقص بغنى فلن يضل أعمالهم والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل عافونا والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم سيهديهم ويصلح هنا الميم ساكنة بعدها حرف الواو يعني إظهار شفاوي وهو حكم الأحكام ميم ساكنة سيهديهم ويصلح بالهم إذا أكملنا الآية بدون توقف سيتكون ميم ساكنة بعد حرف الواو يعني إظهار شفاوي نقول بالهم ويدخلهم وهنا الدال قلق قلقلة صغرى ويدخلهم الجنة حرك الميم بالضم للتخلص من التقاء الحرفين الساكنين أنهن بغنى أكمل ما تكون الرأ هنا يفخم عرفها لهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتَ قَدَامَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هنا نمدتت حركات للمد الجائز المنفصل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الألف في آخر كلمة يحذف للتخلص من التقاء الحرفين الساكنين قلنا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ولم نقل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إذن جيد ذال ننتبه له لذين وليس لذين آمَنُوا هنا مد حركتين أو أربع أو ست للمد البدل وهنا مد ست حركات للمد الجائز المنفصل آمَنُوا هكذا إِن تَنصُرُوا هنا نخفي النون مع ترقي غنة الإخفاء لأنه بعد حرف التع مرقق لكن النون الثانية نخفيها مع تفخيم غنة الإخفاء لأنه بعد حرف الصاد مفاخ استمعوا معي عندما أخفي النون الأولى وعندما أخفي النون الثانية هنا غنة مرققة وهنا غنة مفخمة نقول إِن تَنصُرُوا اللَّهَ سمعتم؟ مع تفخيم حرف الرائع الواو هنا المد حذفة للتخلص من التقاء الحرفين الساكيني إذن قلنا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ ولم نقول إِن تَنصُرُوا يعني لم نمد الواو المد هنا فحذفة للتخلص من التقاء الحرفين ساكيني كلمة الله اللَّهَ التَّأ هنا مفتوح لأن نقلت إليه الفتحة من همزة القطع في بداية كلمة أَقْدَامَكُمْ وهمزة القطع حذفت لذلك من حرف التأ إلى حرف القاف ونقلق له قلقلة صغرى وَأَقْدَامَكُمْ وَأَقْدَامَكُمْ هكذا وَأَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَأْسَلَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا الرأيُّ فَخَّمْ فَتَأْسَلَّهُمْ تَنُوِينَ بعد حرف اللام يعني إضغام كامل بغير غنة فَتَأْسَلَّهُمْ وَأَضَلَّ هنا ميم ساكين بعد حرف اللواوي يعني إظهار شفاوي وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أنزل الله فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ طبال حرف الزَّال ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ النون هنا بغنة أكمل ما تكون بأنهم هنا ميم ساكين بعد حرف الكاف يعني إظهار شفاوي وَالرأيُ يرقق لأنه مكسور ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أنزل الله هنا ميم ساكين هنا ميم ساكين للميم ساكين نون نخفيها مع ترقيق غنة الإخفاء لأن حرف الزَّال مرقق الله نفخم اللام فأحبط أعمالهم هنا تلاحظون أنه لو وصلنا كلمة أعمالهم بكلمة أفلم فهنا يكون لدينا مد صلة ميم الجمع يعني نقول أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض ونكمل لكن إذا وقفت تقول أعمالهم بميم ساكين في الأخير أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان آقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها أفلم يسيروا هنا ميم ساكينة بعد حرف الياء يعني إظهار شفوي وهو حكم الأحكام ميم ساكينة الرأ هنا يرقق لأنه سبق بياء ساكينة أفلم يسيروا في الأرض الرأ هنا يفخم اللام في كلمة الأرض مفتوح لأن كلمة أرض تبدأ بهم تتقاطين مفتوحة وعندما دخلت أليه الألف واللام نقلت الفتحة إلى حرف اللام وحذفت الهمزة لذلك نقول في رواية ورش الأرض الرأ يفخم في الأرض فينظروا هنا النون تخفى لأنها نون ساكينة بعد حرف الض من حرف الإخفاء نخفي النون مع تفخيم غنية الإخفاء لأنها الفضاء مفخم والرأ هنا يفخم فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم نخفي النون مع تفخيم غنية الإخفاء لأنها بعد حرف يقاف مفخم والبأ يقلق القلقلة صغرى وهنا ميم ساكن بعد حرف الدالياني إظهار شفاوي وحكم أحكام الميم الساكنة نقول من قبلهم دمر هنا الميم بغنية أكمل ما تكون والرأ يفخم دمر لا نقول دمر لا ننطق دال ضاد دا وليس ضا دمر الله اللام هنا يفخم عليهم دمر الله عليهم ونكمل وللكافرين هنا إيمالة صغرى وللك وليس وللك وللكافرين نرقي قراء لأنه مكسور أمثالها تبع للث هنا مد حركتين ما الطبيعي أمثالها وليس أمثالها أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ذلك تبع للذال بأن نون هنا بغن أكمل ما تكون بأن الله لم يفخم لأن صبق بفتحة بأن الله مولى الذين هنا الألف المقصورة حذفت للتخلص من التقاء الحرفين الساكنين قلنا مولى الذين ولن نقوب مولى الذين مولى الذين تبع للذال مولى الذين وليس الذين مولى الذين آمنوا هنا مد البدل يمد بحركة أربعة أو ستين آمنوا وأن هنا النون بغن أكمل ما تكون وأن الكافرين إمالة صغرى مع ترقيق حرف رأى لأنه مكسور الكافرين لا لا مولى هنا إمالة صغرى وكما تلاحظون إذا وصلنا هذه الآية بما بعدها سيكون لدينا مد ستحركات لمد صلة ميم الجمع كما تلاحظون الآية التي بعدها تبدأ بهمزة قطع إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لنهار إن ننبغن أكمل ما تكون الله لم يفخم الله يدخل نقلق الدال قلقلة صغرى يدخل الذين آمنوا هنا مد البدل يمد بحركة أو أربعة أو ست آمنوا وعملوا الصالحات هنا انتبهوا لا نقول آمنوا وعملوا لا نشدد حرف الثاني هنا لا نقول آمنوا وعملوا بل آمنوا وعملوا هكذا وعملوا الصالحات جنات نون هنا بغن أكمل ما تكون ولدين التنوين بعدها حرف التأ إذن نخفت ترك النون التي في التنوين جنات تجري هنا الجيم يقلق قلقلة صغرى والراء يرقق لأنه مكسور تجري من تحتها نخفي هذه النون مع ترقيق غنة الإخفاء لأنه بعدها حرف التأ مرقق من تحتها هنا حذف الألف للتخلص من التقاء الحلفين الساكنين هذا الألف المدي حذف قلنا من تحتها لنهار النون في كلمة لنهار يظهر لأنه بعدها حرف اله من حرف إذهار نون ساكنة بعدها حرف من حرف إذهار نمدد هنا حركة أو أربع أو ست المدل للسكون والرأ يفخم لنهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم والذين كفروا رأ هنا يفخم ويتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام هنا النون كما تلاحظ النون ساكنة بعدها حرف العين إذن تظهر النون لانعام والنار هنا النون بغنى أكمل ما تكون والرأ يفخم والنار مثول لهم تبهل الث وتنوين بعدها حرف اللهم يعني إضغام كامل بغير غنى مثول لهم إذن أكتفي بهذا القدر لكي لا أطل عليكم وأردت لكم جميع هذه الآيات التي استخرج الأحكامين مع تطبيق جميع الأحكام التي استخرجنا استمعوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كثر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لنهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الأنعام والنار مثوى لهم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وقد نال إعجابكم ألقاكم إن شاء الله في الحصة المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته